بسم الله الرحمن الرحيم كما وصفها الحبيب عليه الصلاة والسلام أن ناركم هذه في الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يعني إذا فرضنا أن النار في الدنيا يمكن أن نصل في حرارة الموقد إلى ألف ومئة درجة مئوية فمعنى ذلك أن درجة حرارة نار جهنم ألف ومئة ضرب سبعة وسبعين يعني سبعة وسبعين ألف درجة أو ألف ومئة ضرب سبعين يعطينا سبعة وسبعين ألف درجة السؤال ما هو شكل الماء في هذه الدرجة من درجات الحرارة نار جهنم أيها الأحبة حرارتها آلاف الدرجات المئوية وشيء ثاني أن الضغط هائل لماذا الله تبارك وتعالى يقول عليهم نار مؤصدة إذن جهنم مؤصدة ليست مفتحة الأبواب مثل الجنة الله تعالى يقول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب الجنة مفتوحة ذات أبواب مفتوحة بينما النار مغلقة يعني أصحاب النار تحطمهم جهنم الله تبارك وتعالى يقول ويل لكل همزة اللمزة ثم يسمي هذه النار بالحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤصدة المغلقة عليهم فهي تضغط أضلاعهم من شدة الضغط تتكسر هذه الأضلاع الآن الخاطرة التي أحببت أن أتأملها معكم أن هذه النار عندما يطلب الكفار فيها الماء قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ما هو المهل؟ المهل أيها الأحبة باختصار هو السواد الذي في الزيت الكثيف يعني ماء أسود كثيف يعني صلب وسائل ولكنه كثيف هذا المعنى الدقيق الذي يتفق عليه كل المفسرين القرطبي وابن كثير وغيرهم إذن لماذا وصف الله الماء في نار جهنم بالمهل؟ ما هي العبرة؟ لماذا قال كالمهل يشوي الوجوه؟ إذن لدينا ماء حار جدا يشوي الوجوه درجة الحرارة آلاف الدرجات المئوية الضغط هائل جدا ولونه أسود طيب أين يوجد هذا الماء؟ هذا هو عنوان بحث علمي جديد نشر مؤخرا في الشهر الخامس 2019 قبل أيام يقولون إن الكون موجود فيه نوع جديد من أنواع الماء لا نعرفه على الأرض هذا الماء ذو ضغط يبلغ بحدود أربعة مليون ضغط جوي يعني أربعة ملايين أضعاف الضغط على سطح الأرض ودرجة حرارته أكثر من ألفين أو ثلاثة آلاف درجة مئوية إذن آلاف الدرجات المئوية عندما نضع الماء في هذا الجو في هذه الشروط الفيزيائية ضغط هائل ودرجة حرارة عالية يتحول إلى ماء أسود صلب يعني التشبيه الذي جاء به القرآن دقيق جدا جدا من الناحية العلمية نسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذا الماء ومن نار جهنم إذن أيها الأحبة يبقى لدينا سؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصف الماء الذي في جهنم بأنه كالمهل يعني لونه أسود وهو صلب وكثيف جدا كيف علم هذه المعلومة كيف علم أن الماء إذا وضع في نار جهنم في هذه الشروط القاسية جدا ضغط هائل وحرارة هائلة فإنه يتحول إلى ماء أسود صلب أو كثيف جدا كيف علم ذلك هذا يشهد أيها الأحبة على أن الذي وصف لنا هذا الماء بأنه ماء أسود كالمهل صلب هو الذي خلق الماء هو الذي خلق هذا الماء ووصفه لنا بهذه الصفة الدقيقة جدا لأن الله يعلم كل شيء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وأن نبقى إن شاء الله على التواصل من خلال هذه المقاطع التي أتمنى أن يجعل الله فيها الخير والفائدة ونسأل الله أن يعيذنا من نار جهنم وأذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخرج ويتأمل في السماء ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منظم بكم شكرا